موسيقى موسيقى يعني من أنا والطفل بعرف أنه بدي يكون إنسان مميز بدي بدي أعمل شيء نجح فيه بأيام الحرب اللي كانت كتير عصيبة ببيروت وبعد تهجيرنا من منطقتنا بالضمور حسيت أنه أنا لازم أعمل شيء بسرعة وهل شيء حسيت أكتر شيء فيني أعمل بسرعة هو لأن قد ما بحب شوف أشياء حلوة وقد ما بشوف المرأة شوفها بطريقة حلوة ومميزة حسيت أنه فيني أبلش أخوض هالمهنة وبلشتها كهاوي بالأول وبعدين لحد سنة 1982 حسيت أنه أنا متمكن أنه فيني أعملها مهنتي وفيني أنجح فيها هيدا نتيجة كتير شغل إنه مش بالصدفة النجاح بجيء لأنه ممكن في أيام حداً بتصادفه مثلاً خطة شغلة كبيرة بيعملوا وبعدين بدوب يعني إنه هيدا شغل كل يوم بيعملوا كل يوم بإسرار كل يوم متل ما لازم حتى واحد وصل لها لنقطة اللي نحن فيها هلها وبدل بقول إنه وين وصلنا وبعدنا ببداية الطريق لأن للإنسان اللي بيطلب الكمال بده 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 كتير وقته بده كتير شغل وإزاي اختلف اللي صعب من أول بداياته وفي دلوقتي؟ أكيد اختلف لكن الإنسان بيختلف لما كل شوي بيشوف الحياة وبتعرف على الحياة أكتر بقول إنه هيدا اللي بتخلي الإنسان يختلف عن بداياته يعني إنه أنا من يومي بلشت عمر 18 سنة ولد بمنطقة صغيرة بأيام الحرب لليوم يعني بارم العالم وشايف الدنيا كيف رايك بأنه أكيد يعني يعني بيتغير بيتغير مضمونه مضموني تغير أكيد يعني إنه أنا رفع إذا هم تفهم عليّ يعني إنه تفكير الإنسان اللي بتغير مش مش هو اللي بتغير ووقع الموضة في العالم العربي زي بتشوفه؟ وضع الموضة في العالم العربي حلو يعني خلان بلش بلبنان بالأول إنه كمية المصنمين اللي موجودين كمية الشباب والصبايا اللي حابين يكونوا بالموضة إنه كتير كتير كتار وهيدا الشي يلي خلاني أعمل الكمبوس مع الأيور واشتراعنا للشهادة الجامعية باللبنان وحابب كتير إنه هيدا الشي تتكرر بكل المناطق العربية لأن الموضة شغلي كتير حلوة كتير الجيل الجديد حابب ومجال الموضة ويشتغل فيه إنه لازم يتعلموا على قصص مزبوطة ليكون متمكن من حاله بتقول إنه لبنان مليانة مواهب استفتكر لإيه لبنان بالذات مليانة كل المواهب المبدعزي؟ هيدا لبناني لبناني إنسان غريب إنسان بقلك إنه مش لعن أنا لبناني ولا إنه مضيح لعن أيام بيكون غلط كمان إنسان لبناني بهمه كل يوم يكون أحسن يعني لو كان معظم بيتطلع إنه وليش أنا ما بكون مليا عنده عنده هالنفسية عنده العنفوان أزاي بتشوف المرأة العربية؟ المرأة العربية أنا شو دي إلي كان المرأة العربية أنا بياها قصص يعني إنه إمتنان أول شي أنا ممكن للمرأة العربية ولبنانية فوق ما بتتصورة لأن هي أول أول حدا أمم إنو حبت إلي صعب شو بيعمل أدلت موهبتو القداش هي نبع من الانسبريشن يعني بقلك انه نساء العرب ما بتلاقي يعني انا بقوله ما في مرض شبهت تاني بس نساء العرب عندهم كتير كاراكتار وهيدا شي كتير بقدروا عندهم طيب قصة نجاح الي صعب عايزين رسالة للشباب مش بس المصممين لأي حد بيبتدي طريقه بتقوله لي بقول بدك تبتدي طريق بديكون عندك كتير بال طويل وكتير بدك تتعلم وكتير بدك تسمع وكتير بدك تشوف وما تحكي قبل ما تفكر يعني طريق طريق النجاح طريق بقولك في كتير ناس عندهم مواهب وما وصلوا وما وصلت لأن لأن ما كان عندهم الاشياء اللي حواليها يقدر يشتغل عليها لأن إنك تديري موهبية ما تديري نجاح أهم من النجاح نفسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة